ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية اقسم بالله العظيم تابعت الحلقة الاخيرة ثلاث مرات وتابعت هجوم العمالقة بكبر مرتين وحب اقول لكم حكمي في هجوم العمالقة المرة الاولى كان شي وفي المرة الثانية كان شي مختلف حكمي للحلقة الاخيرة في المشاهدة الاولى شي وفي المشاهدة الثانية شي وفي المشاهدة الثاثة شي كمان المهم يا جمعة الخير خلونا اليوم نسولف ونودع هذا العمل الجميل والتعيس والحزين والكئيب في نفس الوقت عمل حرفيا تركني في حيرة أمام نفسي عمل خلاني ألطم وأصيح في أوقات كثيرة وصدقوني مثل ما قلت لكم ما سبق لي في حياتي أبدا أني أواجه صعوبة مثل هذه الصعوبة في الحكم على أي عمل ولكن هجوم العمالقة بالفعل قدر أنه يحيرني أنا كنت مؤمن أنه ما في شخص مجنون في هجوم العمالقة لأيرين بس لا في واحد من الجمهور مريض كمان أنا أنا جنيت وبيني وبينكم يا جماعة كون إسيامة خلاني عالق في دوامة الحكم هذه وخلاني جالس أدور حوالي النفسي زي الأهبل هذا بحد ذاته أصلا انتصار أشوفوا الإسيامة كون إسيامة قدر أنه يقسم الجمهور إلى أكثر من قسم فهذا بحد ذاته دليل أنه عملوا بالفعل مش سهل أبدا اللي سوا إسيامة اللي كتبوا إسيامة مش شيء سهل أبدا وصحيح أعترف لكم من الحين من بدعة الفيديو النهاية ما هي مثالية؟ ستل رائعة 8 من 10 يعني كويسة 10 من 10 يعني مثالية وما رح أعطي هجوم العمالقة 10 من 10 أبدا ومع ذلك ما رح أقدر إلا أني أكون كل الاحترام والتقدير لإسيام اللي كتبوا يا جماعة زي ما قلنا ما هو سهل أبدا وأتحدى من هذا المنبر أي شخص يكتب سيناريو بديل لنهاية قصة هجوم العمالقة ويكون أفضل من النهاية هذه بشرط أنه يحمل نفس المعطيات اللي وضعها إسيامة ما تقدر صعب مرة صعبة كاتب القصة نفسه أتورط في القصة تبعه ولا أعتبر أنه تورط سلبي مرة ولكن بالفعل في مرحلة ما إسيامة ممكن فقد السيطرة بطريقة ما لأنه صنع شخصية غير قابلة للسيطرة أصلا فشل كتابي مش فشل كتابي هذا أمر ثاني ولا نبغى نسولف فيه لأنه بنقعد نجلس عشرين سنة نقنع بعض بوجهات نظر مختلفة ونقاشات ما تنتهي طيب يا جماعة خلونا نمشي في الحلقة الأخيرة شيئا فشيئا ونحاول نبني تصور معين في نهاية الفيديو ومش مشان شي يا جماعة بس مشان صحتكم يا غوالي تذكروا قبل ما تبدأ وتتضاربوا في التعليقات قبل ما تبدأ وتخبطوا في بعض اي انيمي اشبكوا معي قصة هذا الواقع هذا الواقع اصابعك اللي تتحرق قدامك هذا الواقع الفيديو اللي انت قاعد تشوفه هذا واقع ترى قاعدين نسولف عن قصة واحد كتبها في شرق الأرض هو امتكي قاعد يسبح بمئات الملايين اللي طلعها وانا وانت جاسين تضارب ما يصل طيب يا جماعة بداية خلونا نتكلم عن الحلقة انتاجيا وفنيا بداية الحلقة يا جماعة ولحظة نزول التحالف من الطائرة وصعودهم على ظهر ايرن والموسيقى والاكشن وليفاي ومكاسة يقلع ام الحماس ما احلاه اكشن رهيب وموسيقى رائعة شي خرافي انتاجيا ما تقدر تقول اي شي عن الحلقة انا بس عتبي على الكاتب الياباني اللئيم مش بس اي سياما الكاتب الياباني اللئيم بشكل عام ايش قصة ام الشخصيات اللي دايما تختنق بالنظام الرضاعة ايش فيه ايوة اقصد ارمن وشخصيات كثيرة من انيميات كثيرة تابعتها دايما كده فيه شخصية تختنق على طريقة الرضاعة معرفش اقول لكم بس خلونا نسميها الاختناق بطريقة الرضاعة فاجأة كده فيه شخصية ترضع وتختنق ليه اكثر من انيمي تابعته دايما فيه شخصية يدخل في فمها شي وانا فاهم ترى المقصد من هذه الحركة انه اوه الشخصية تختنق ومعا تقدر تتنفس حبيبي فيه الف طريقة وطريقة تخنق فيها الشخصية ايش بهم اليابانيين متفقين على الطريقة الغريبة والكريبي هذي خنق باليد خنق بالحبل خنق بالرجول خنق بالجزمة اشياء كثيرة تقدر تخنق فيها بس خلاص مشي حالك اهم اليابانيين كده مهبل عليهم افكار احيانا مدري اشتبه واسمنه ارمين يعني رسبا في المسارات وضبط الليلة مع زيكا وغير مسار الاحداث بشكل مرة مدعب وللامانة يا جماعة وبحكم اننا وصلنا على الطول كده فجأة القينا انفسنا عند حوار ارمين وزيك للامانة الحوار هذاك حوار كفار وملحدين ايلين تقول امين شا طاح لك على الغاية والهدف من الحياة وليش الانسان يخاف من الموت ويقدس الحياة وكيف انه بسبب هذا الشي يومير هربت للمسارات بس علشان لا تموت وتظل تخدم سيدها الملك فريتس فوضى فوالحوار ذاك حوار زيك وارمن بشكل عامي جماعة وضع يومير في قصة اتاكن تايتن مبرر جدا جدا وفيه قصص كثيرة من الواقع تحاكي نفس الحالة هذه واكيد مليون في المياه قد سمعته عن متلازمة ستوكهوم شخص يقع في حب شخص يضربه شخص يقع في حب شخص يغتصبه شخص يقع في حب شخص ما يكن له الا الدعس والاهانة وهالشي للأسف واقع ومرض نفسي وفيه افلام ومسلسلات كثيرة عالجت هذه القضية بشكل افضل من كده بكثير بس استيل اسيامة طرح الفكرة بشكل مرة كويس ومبرر بشكل جدا رهيب ولا ادري اذا كلمة رهيب اصلا تصف الموضوع لا بس مبرر بشكل جدا مخيف من صح القول وحقيقة يا جماعة وعودة لحوار زيك وارمن حوارهم عن الغاية والوجود ومن يعرفيش كان مرة مثير للاهتمام في سياق قصة هجوم العمالقة مش في الفكرة العامة والعبثية والعدمية اللي كانوا يتكلموا عنها لا ولكن في فكرة انه غاية الانسان وجمال الحياة قد يكون في الاشياء البسيطة اللي نسويها يوميا مش بالضرورة نعيش الحياة واحنا خايفين وهدفنا التكاثر بس علشان نضمن بقاء سلالتنا يا راجحي مرضو الحياة فيها اشياء جميلة زي الحين وصلتني حوالي تويتر 35 ريال الله اكبر الحين بروح افطر فيها من ابو زيد شفتوا كيف استمتع بالاشياء الجميلة بشكل عام يعني نهاية حوار زيك وارمن زيك بالفعل استوعب انه او لا الحياة فيها اشياء جميلة فعلا انا اللحظات البسيطة اللي كنت العب فيها بيسبول كانت من اجمل لحظات حياتي ولو بعثت من جديد في الحياة لرغبت في اني ارجع العب بيسبول وعيش اللحظات الجميلة والبسيطة هذه حوار جميل ورسالة جميلة الحياة حلوة يا جماعة عموما بحكم انه ايرين فعل قوة العملاق المؤسس بالاتصال بزيك او بالتلامس مع زيك فبمجرد ما زيك خرج من المسارات على طول توقف الدك او بالذات بعد ما قطع راسه ليفاي وبنرجع للنقطة هذه بعد شوية بس قبل ما يتوقف الدك يا جماعة خلونا نحاول نتفق على شي واحد الدك وفكرة الدك بشكل عام هي واحدة من اكثر الافكار السوداوية والمرعبة اللي شفتها بحياتي اقسم بالله يا جماعة المشهد هذا بكيت فيه مرتين في كل مشاهدة اقصد مشهد الطفل الرضيع يا الله مشهد مؤلم كيف اسياما جاته الجر أو طاوع وقلبه انه يكتب شي بهذه السوداوية والرعب الدك بحد ذاته اصلا شي مرعب ومخيف ومشهد الطفل هذا يا الله يا الله الناس تتضرع والامل ممسوح من على وجههم مرحلة من اليأس والخوف خلقها ايرين مستحيل مستحيل تتمنى تشوفها لا لعدو ولا لصديق وللامانة هذه نقطة تحسب لي اسيام مش سهل ابدا انك تجسد الهلع والخوف بسهولة ابدا ايصال هذا النوع من المشاعر للمشاهد ووضعه في حالة ذهنية مضطربة زي كذا ماهو شي سهل ابدا ومن وجهة نظري المتواضعة يعني بالرغم من انه الانيميات اللي تابعتها وصلت حوالي 30 انيمي الحين الا انه مشهد الدك ومشهد الطفل الرضيع مشهد رمزي مشهد الناس وهي جالسة تموت بلا حول ولا قوة يعتبر واحد من اقسى المشاهد اللي شفتها في حياتي ولا اعتقد ابدا لا في افلام ولا مسلسلات ولا انيميات اني شفت شي بهذه الجرأة والقسوة ابدا ديم يا اسيام واحدة من اجمل الاشياء اللي حصلت في ختامية اتاكي جماعة هو انتقام ليفاي من زيك ليفاي حصل على النهاية اللي هو يستحقها بالفعل ليفاي يعتبر من شخصيات المفضلة في هذا العمل ما فيها كلام ولا كنت اتمنى يتم تهميشه ابدا اوكي في مرحلة ما صابني ضعف صابني عدم بصيرة وقلت انه ليفاي خلاص انتهى دوره لما كنت اعتقد انه زيك خلاص كمان افلح ولكن اسياما ترك لليفاي دور واحد وهذا الدور هو الاهم والابرز تقريبا في جميع الادوار اللي متبقية عند ليفاي انتقام ليفاي من زيك كان شي يثلج الصدر ولا كنت اتمنى لزيك نهاية ثانية اصلا زيك سوى ام الهبل في بردايس موت زيك كان شي لابد منه سواء على يد ليفاي او على يد غيره ولكن الحمد الله انه مات على يد ليفاي ولا انكر في نفس الوقت ما انكر انه زيك واحدة من اجمل وافضل الشخصيات في قصة هتاكن تايتن وفعلا عنده فلسفة ومنظور واعي تجاه الحياة غير انه عنده قصة وماضي جدا مؤلمين ومبررين لتكوين شخصية الحال بس مثل ما قلنا الموت هو النهاية اللي يستحقها زيك والحمد الله انه اللي قتل زيك هو ليفاي الانتقام هذا منتظرينه من الموسم الثالث يا رجل او من الموسم الثاني متى صارت البقعة حق معركة الوحش و ايرون منذيك الايام منتظرين هذا الانتقام والحمد الله انه حصل وبشكل عام يعني المعركة الكبيرة اللي بدأت في بردايس ما بين العملاق الوحش و ما بين ايرون وجيش والتضحيات اللي صارت هناك وبناء رغبة الانتقام عند ليفاي اشوفها واحدة من الروع واجمل الاشياء اللي كتبها يسيام وقدر بالفعل انه يعطيها النهاية اللي تليق فيها في كاسا ويومير يا جماعة وجهين العملة واحدة كلهم وقعوا في حط طاغية وكلهم سيطرت عليهم مشاعرهم لدرجة اصبحوا عبيدا لهذا الحب تخيلوا ان يومير عندها القوة والقدرة على دعس الملك فريتس وشعب الكرة الارضية بكبره وعندها القدرة انها تعيش حرة بالفعل وما تكون عبده ولكن حبها ومتلازمة ستوكهوم لعبوا في حسبتها لعب نفس الشي ميكاسا عندها القدرة انها تدعس على ايرين عندها القدرة انها تدعس اللي ما يندعس والقوة موجودة اكرمة ولكن برضو حبها اليرين اعماها وخلاها زي البقرة اسف اني اقول عن ميكاسا بقرة والله اني احبها يعني وحزين صراحة لنهايتها بس خلاص الواقع واقع اخوان يومير وميكاسا وجهين لعملة واحد حب ايرين اعما ميكاسا وخلاها دايما تلقى عذر لكل شي يسوي ايرين ايرين جالس يدوك كالارض وهي من جواتها كده ودها تقول لا لا ربي به دي لا لا راح اجد طريقها اصلح فيها ما فيه الانسان الطبيعي العاقل بيعرف انه اللي قاعد يسوي ايرين شي لازم يتوقف بقتل ايرين يا رجل الى اخر لحظة وهي على ظهر ايرين على ظهر العملاقة المؤسس بيك راحت تقول انا بروح اخلص الليلة وفجر رقبة ايرين واقتله ميكاسا تقول لها لحظة وقفي مسكينة مسكينة معطوبة البنت لاعب في حسبتها الولد كيف لا تقتلية بيك وهو جالس يدها الناس جالسة تندهس تحت دماء بحر من الدماء اضراس شعر متناثر جثث وشلا كيف لا تقتلية لحظة ايش منتظر يا ميكاسا حرفيا صدق الشاعر حين قال وشارب الحب طول العمر سكرانه ميكاسا سكرانه شربت ميكاسا الحب لين ادنه عموما الرمزيات مليانة والترابط ما بين يومير وميكاسا حلقة كاملة فيديو كامل ممكن نجلس نسولف فيه ساعتين بس خلاص وصلت للفكرة يا جماعة يومير كانت عبدة ومقيدة بحب وارادة الملك فريتس ولما شافت ميكاسا واقعة في نفس المعضلة قررت انها تساعدها وتخليها تتخطى هذا الحب الاعوج والله مو اعوج ملوث مشوه وبدل ما تعيش ميكاسا حياتها مقيدة وملعونة لالفين زنة او لسنوات طويلة لين تموت زي يومير يومير قالت لا انا بساعدك بطريقتي واحررك من هذه القيود واخليك تعيش ما تبقى من حياتك حرة وتتزوجي ايجان ولا ين كان الشخص ذاك اللي تزوجته وتخليف منه لين تعيش زي اي انسان طبيعي وهذا الحدث للامانة الحدث هذا تبع يومير وميكاسا للامانة حدث جدا جميل وقدر اسياما انه يسيطر عليه ويبدأوا بشكل كويس وينهيه بشكل كويس بايب يا جماعة نيجي لفالكو وتحول فالكو الغريب والعجيب جدا واللي في البداية للامانة واجهت صعوبة في فهم بس خلوني الاخص لكم والموضوع ببساطة يعني في حال انه باقي عندكم لبس في الموضوع العملاق الوحش بالتحديد العملاق الوحش تبع زيك عنده القدرة على التحول لأي حيوان مش معناته انه زيك اليوم قرد بكرا نمر بعد اسد لا التحول الاول لحامل العملاق الوحش يتم لحيوان معين الحيوان هذا ممكن يكون حيوانك المفضل على شكل لعبتك المفضلة على شكل حيوان انت تفكر فيه كثير وشفنا في ماضي زيك كان عنده لعبة ودمية صغيرة على شكل قرد او على شكل وحش نفس العملاق تبعه او تشبهه له بنسبة كبيرة نفس الشي عند فالكو لما تحول عن طريق سائل زيك الشوكي فهو اخذ هذه الصفة الوحشية وصار قادر انه اصلا اللي صار هنا قليتش اللي صار هنا قليتش حرفيا قليتش وقليتش رائع جدا هو اخذ العملاق الفك وفي نفس الوقت شرب من سائل زيك الشوكي فصار عملاق هجين ما بين الفك وما بين العملاق الوحش عملاق فك بالفعل ولكنه يقدر يطير ويقدر يتحول الى حيوان باستخدام صفات العملاق الوحش وصلت الفكرة توقع واضحة صح صارت بسيطة كذا لما تفكر فيها تبدأت تقول صعبة كيف بافهمها وبعدين تصير تافة تفهمها ببساطة بس للأمانة فيه يعني اذا انت مرة حاب تستقعد تبقى تستقعد فيه نقطة قابلة للاستقعاد هنا موضوع فالكم بالتحديد ايرن جلس يحرث الارض ويأذن ويلطم ويبكي في برادايس علشان بس يتحول الى العملاق المؤسس او عفونا العملاق المهاجم جلس يبكي ويصيح ويلطم ويعضعظ وينزف وما عرف يسيطر على العملاق المهاجم الا بعد ما طلع ارواحنا وفالكو ما شاء الله تبارك الله الطفل الصغير من ثالث تحول صار طير ويطير فلا زحف تقدر تستقعد بس خلاص اللي صار صار ممكن تقول انه فلوك نحط في الامر الواقع العالم قاعد يندك والرغبة والارادة في التحول الى عملاق بحد ذاتها تقدر تعطيه القوة انه يسيطر على قوة عملاق ويطير بكل بساطة وما الى ذلك ما دلل ايش افتكرت في بداية الموسم الرابع واحد من قادة مارلي لما عرف انه العالم اخترعوا طيارات وصار عندهم اسلح حربية كان يقول ايش ده ما عندنا عمال قد طير اوه تفضل فالكو يطير غير كذا فالكو اصلا يا جماعة لما تحول الى طائر في بداية الموسم الرابع ظنف الحلقة الاولى قال انا تخيل اني اطير او كأنه يقول ودي اطير او كنت احلم اني اطير وقاتل العمالقة علشان كذا رغبته في انه يطير خلته يتحول الى عملاق وحش فك طائر يا كذا ببساطة عموما نيجي الموضوع دودة الحياة والله الموضوع او الاسم يصفها بشكل مضحك وواقع دودة الحياة دودة تعشق وتقدس الحياة وترفض الموت ومقتبسة من عالمنا الحقيقي ومن احافير موجودة بالرغم من انه فيه كائن مجهر ثاني لا اعرف ايش يسموه برضو فيه نفس الصفات هذه ما يموت متجمت ما يموت من النار ما يموت مدعوس حرفيا يعبد الحياة فالدودة هذه اللي اقتبسها اسياما تعشق الحياة جدا وترفض الموت لدرجة انها اعطت لغيرها الخلود علشان تظل هي على قيد الحياة ما يقتلها نار ولا غرق بالماء ولا انقطاع اكسوجين ما تموت حتى في النهاية لما توقعنا انه ماتت الدودة حق الحياة هذه ايش سويت يا يسياما ايش الفجوة هذه اللي في قصتك تشفنا انها موجودة لأزابنا في شجرة وفي واحد مع كلب داخلين يأخذوها الله اكبر عليك يا يسياما رجعوا يا شيخ رجعوا ولكن بالفعل يعني كانه يسياما يقول وان اختفت دودة الحياة هذه التاريخ راح يعيد نفسه وراح ترجع للحياة دودة الحياة موجودة وانفن البشر طيب يا جماعة خلون نرجع لزيك وموت زيك وكيف انه كان السبب في ايقاف الدك مثل ما كان وجود زيك سبب في تفعيل الدك فموت زيك كان سبب في ايقاف الدك وشكرا يا زيك انك طلعت راسك وقلت لليفاي تعال تعال شيل الشاورمة الاخيرة خذ ضربتك الاخيرة وفكني من دي الحياة ووقف الدك هذا تخيلوا بالله انه زيك ما طلع تخيلوا انه مشهد الطفل الرضيع اللي كانوا يتناقلون البشر بين ايديهم شفناه قدامنا بالفعل يندهس او يطيح اقسم الله ما كنت راح اسامح اسياما ابدا مشهد ما ابغى اشوفه ابدا عموما يا جماعة زيك للامانة قدم دوره بشكل رائع وانتهى بشكل جدا رائع كافح قاتل افسد في الارض برضو وكان يحاول يصلح في نفس الوقت ولكن للأسف راغبات وحماقة ايرين غير قابلة للاصلاح اسياما بنفسه بتلش في ايرين ومثل ما موت زيك كان امر حتمي فموت ايره برضو كان امر حتمي مشهد التقاءاني بابوه مشهد كوني وجان قبل ما يتحول مشهد راينر وهو يحاول يوقف دودة الحياة ويقول ايش اسوي ايش اقدر اسوي اكثر من كذا ايش في شي اقدر اسوي علشان يتم مكافأتي للأمانة اسياما سلطا وبدع في كتابة الحوارات والعبارات والاقتباسات اللي يقولوها الشخصيات اسياما قدر انه يرسم مشاهد مؤثرة فقط بالكلمات يا لطيف عموما خلوني ما اكثر كلام انا ما نجا يكثر كلام والله الهدف من هذا الفيديو اني اودع العمل وانا مبتسم وانا راضي عنه واقول لا اسياما اللي اعطيك العافية شكرا مع السلامة ايرين يا جماعة الخير شخصية واسف على اللفظ وانتم بكرامة وترى مو جالسة سوب ايرين لا والله هو اسياما اصلا يقول انا كتبت شخصية هي شخصية خبلة شخصية مريضة شخصية حمقاء في ناس يقول لك لا هذه مي شماعة بس خلاص هو كذا كتبها كتب شخصية مريضة شخصية امتلكت قوة لا تستحقها ابدا زي خويا اعطوه قوة بغى يشوق ام العالم بس فينها اندعس الحمد لله تخيلوا انه ايرين احمق لدرجة انه مشهد الدك والعالم المليء بالدماء والاضراس والشعر المتناثر والاشلا كان يبغى يشوفه كذا اه نوالله كان وديه يشوف المشهد هذا بس ابغى كان وديه يشوف المشهد هذا كيف بيصير في الواقع وقابل ما نلعن ايرين ونجلس نسبه نشتم فيه ليل نهار هو يستحق للامانة بس معليش اسياما هو اللي كتب ايرين بهذا الشكل كتبه بطريقة مرة مزعجة ما كتب ايرين علشان تكون شخصية تحبه وتحترمها اصلا اسياما بنفسه يبغاك تسب ايرين اسياما متفق معاك انه ايرين زبال بس والله معليش اسياما قهرنا والله قهرنا طول الثلاثة واربع مواسم كلها الينا الحلقة قبل الاخيرة اعطاني انطباع ان ايرين هذا عراب الحرية الذي سوف ينقذ العالم ويحرر جزيرته ويوقف الدك في مرحلة ما قبل ما يعيث في الارض فسادا بس في النهاية طلع ايرين لا حرية ولا بطيخ ماهو داري ايش قاعد يسوي مو داري شيبه اصلا مجرد شخص مريض وخبل وليس زعلت على اسياما وما عجبتني النهاية لانه اسياما ببساطة اعطاني تصور زي ما قلت لكم في بداية المواسم ان ايرين هذا طفل امه ماتت قدامه ويرغب بالانتقام لها واو مبرر ممتاز ورائع جدا الطفل الذي يسعى للانتقام واصلاح العالم وتحرير شعبه يا سلام ممتاز بداية لبطل رائع بس فجأة يطلع ايرين هو نفسه اللي قتل امه علشان يخلي نفسه يشوف نفس امه ايش ريه علشان يخلي امه يا سيري ما ناديتك علشان يخلي نفسه تزعل وتوصل لنفس المسار والجنون اللي وصله كان بامكانه يخلي امه تعيش تخيلوا كان بامكانه يخلي امه تعيش زحف بس ما يبغى ايسياما اعطاني تصور خلال كل الحلقات الماضية الى ما قبل الاخيرة وانا ما اخذ ان ايرين امه ماتت وهو جالس ينتقم لها غضبا فجأة لا طلعه هو اللي قتل امه يا عمي ايرين هو اللي قاعد يسوي القصة دي مو ايسياما تكيف انت بس عموما شوفوا قد ما نسخط وقد ما نجلس نصيح ونلطم على ايرين بالنهاية لازم نلقى مخرج لإيسياما ما كتبها بشكله في النهاية اتورط فيها لا من بداية الحلقة من الحلقة رقم 6 والحلقة تقريبا 20 وحاجة ايرين قال سوف ادمر العالم احنا ما كنا فاهمين وقتها ايش السالف ايش قصده بتدمير العالم بس بالفعل ايرين من بداية القصة وايسياما كاتب له هذه القصة وهذا النهج ولكم ان تتخيلوا يا جماعة الشخصية المعقدة والغريبة والغير قابلة للسيطرة بسهولة اللي كتبها ايسياما شخصية تقدر تشوف عدة احتمالات لنهاية العالم وعدة مسارات لألف قصة وقصة تخيلوا ان ايرين موجود في الماضي موجود في الحاضر موجود في المستقبل وفي نفس الوقت يعني هو يستشعر المستقبل والماضي والحاضر في نفس الوقت ايش المخ اللي يقدر يستوعب هذا كله ما في لمخ واحد خبل زي ايرين ايرين موجود عايش في ماضي القصة وميت في المستقبل وجالس يتضارب في النص في الحاضر تخيل انه انت الان الفيديو هذا قاعد تتابعه وفي نفس الوقت انت قاعد تتابع الفيديو حقي في 2019 وفي نفس الوقت انت قاعد تشوف فيديو ثاني ليا نزلته في 2025 متصور لحظة المخ متصور الوضع الاهبل اللي ايسياما حط ايرين فيه علشان كده اقول لكم فيه مخرج لإيسياما إيسياما كتب شخصية وحط لها قوانين تخليها فعلا شخصية معطوبة تخيل انه شعورك بالزمن يكون بهذا الشكل انت موجود الان موجود بعد دقيقة وموجود قبل دقيقة بتقدر تستوعب ذي الزحمة كلها مستحيل يا رجال انت في انتظار البيك في انتظار البيك تكي عند البيك خمس دقائق انتظار بتتجنن فك الجوال تحاول تسريع الوقت تحاول تضيع الوقت قد ما تقدر علشان ما تقعد منتظر اكثر من كده وهو البيك مرة سريع لو رحت ابو زيدا الصباح وتلاطاعة ربع ساعة ايش بتقول فايش متوقع ايش متوقع من ايرين بعد كل الظروف اللي حطوا فيها اسيام متوقع يطلع طفل كيوت حكيم اوه اني ارى المشتقبل والماضي والحاضر وارى جميع الاحتمالات التي قد تساعد على بنا ما فيه بيطلع مريط بيطلع خبال يعني تخيل بالله فيه مشهد مثير للشفقة فعليا حتى اسيام وصفه وقال له انت مثير للشفقة انا ما كنت ابغى بيك اشتا تحب واحد غيري ما كنت تتصور ان اشوفه مع غيري احل فيروح امه وقصص الحب اللي دعستها بعملقة الدك كوني ترى رجعت امك بشرية ازبطك اخوي لا بالله احلف يا عيال ترى سويت الدك لعيونكم علشان تظهرون ابطال في قصتي علشان تظهرون ابطال في قصة العالم علشان تظهرون ابطال في عيون العالم دمرت ثمانين في المية ثمانين ثمانين في المية من العالم دمرتهم لعيونكم امي ازبطكم ازبطكم يا عيال او الشيء شيرلو سود الله وجهك فخلاص والله ما كنت أبقى أوصل لمرحلة الطقطقة وآسف صراحة والله ما هو طقطقة يعني بس هذا الواقع ويش بنقدر نقول أكثر أصلا إسيامة كتب شخصية وقال لك إلعن خيرها إسيامة مو قاعد يقول لك لا حب إيرن إسيامة يقول لك اكرهها أنبذ هذه الشخصية هذه الشخصية قذرة ومنحطة وأنا كتبتها بهذا الشكل وغير كذا اللي زعلنيني يعني من النهاية مرة يشوفوها سيئة أنا ترى ما شوف النهاية سيئة ما هي سيئة أبدا وكان عندي تصور أن النهاية مرة سيئة بسبب الكلام يا سيري أشغلتيني الله يشغلك عموما كان عندي تصور عن نهاية هجوم العمالقة من كثر الكلام اللي سمعته كنت أتوقع أني بشوف كذا بقعة في النهاية وأجلس الطم وألعن خير أبو إسيام من كثر الكلام اللي سمعته أو الكلام السلبي اللي سمعته عن النهاية بس في الواقع لا والله النهاية كويس النهاية أبدا ما هي سيئة مش مثالية زي ما قلت لكم بس أبدا ما هي سيئة يعني ما نعرف إيش كنتوا تبغوا من إيرين يعني يدك أم العالم وما يبقي أحد إلا بردايس واو إيش النهاية هذه نهاية مرضية إيرين يدك العالم ويرجع كده يقتل نفسه واللي يخليهم يقتلوه وإيش الحلو في الموضوع كتابة كسولة جدا بتكون هو إلى الآن في جزء من الكسل في كتابة إسيام النهاية بس خلاص النهاية ذي أهون ولكنتوا تبغون إيرين يصحى فجأة ويقول أوه ماذا فعلت يا ناسف أيها البشر أنا آسف لكم واعتذر أقتلوني الآن ما تصلح خلاص هذه النهاية هي اللي تمشي الآن أنا بمشي في اللي بدأته وإنتوا تعالوا منعوني واقتلوني يعني إيرين أعطاهم أصلا خيارات من كثر ما هو مضطرب أنا بروح أدك العالم ومع وجود قدرة إني أشيل عنكم قوة العمالقة بس بخليها لكم علشان تجي توقفوني إيرين يبغى يدمر العالم بس يبغى ناس يوقفوه اضطراب شيء لفل آخر من الاضطراب عموما السلام يا أخوان لا يحصل إلا بعد سفك الدماء للأسف مع أنه كلمة سلام جميلة ولكن بالفعل السلام ما يجي كذا فجأة لأنه كان فيه سلام فقط فيه حرب بعدها يجي السلام فيه سفك دماء بعدها يجي السلام وإيرين تحول لحمامه والحمامة هذه ترمز للسلام بشكل عام وإن كان إيرين لا يستحق وصفه يعني كشخص سالم أو صنع السلام إلا أنه في الواقع يعني بعدما قتل 80% وبعدما سوى البطيط ذاك كله إلا أنه فيه سلام صار فيه فعلا سلام العالم كله تكاتف قوة العمالقة اختفت وصار فيه سلام لفترة طويلة جدا من الحياة يعني العالم تطور صار فيه سيارات طيارات مباني ونيوك وفيه قنابل نووية دمرت العالم البشر بشرة يا جماعة سواء تركت منهم 20% ولا تركت منهم 80% البشر حمقى وراح يلاقون طريقة للحرب فيما بينهم ولو إيرين ما دك العالم ومشال لعنة العمالقة كذا قال بوم اختفي يا لعنة العمالقة أو اختفت لعنة العمالقة وانتهى الأنيمي كان العالم بيتطور ويرجع الضارب والعالم البشر البشر حمقى يا أخوان يا عمي أقول لك شيء لو إيرين دك العالم كله وبقى على بردايس وشال لعنة العمالقة منهم وخلاهم بشر طبيعيين كان بردايس تقسمت إلى دول صغيرة ويتضارب وما بينهم البشر ما يقدروا يعيشوا بدون حرب البشر يكرهون السلام وبمجرد ما يفتقدون السلام يطمعون له مرة ثانية بشر 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 هذا ما كذب فيه إسيامه السلام مش دائم والحرب لعنة ستظل تلاحق البشر إلى أبد الأبدي ميكاسة قطعت راس إيرين وعاشت حياته وتزوجت أي أن كان ناس تقول جانه ناس تقول مش واضح الله أعلم بس تزوجت وعاشت ودفنت إيرين وخلفت أسلاف أسلافه كان يزرون قبره وبالفعل عم السلام الأرض وأثار الأرض وعمروها وفي النهاية برضو إيش يعني تخيلوا أنه كل اللي سوا إيرين راح في مهب الريح البشر لقيوا طريقة ودمروا أنفسهم طارت الحياة مدمرة وما في أي شيء وجاء واحد معا كلب صغير بيخش عيد الزمن من جديد آيق العم الحوزة يا إسيامه خاف الله عموما خلاصة الكلام رسالة إسيامه واضحة جدا ورائعة في نهاية القصة البشر دائما راح يلقون طريقة لتدمير أنفسهم سواء بوجود إيرين أو بوجود أشخاص ودول غير إيرين لش طيب ما عجبتني النهاية 100% لش قيمتها 8 من 10 ومش 10 من 10 لأنه إسيامه للأمان أعطاني تصور طول أربع مواسم والتصور هذا فصم الحذاب كان عندي تصور معين عن القصة فجأة صارت تصور ثاني مختلف تماما وطلع الأنيمي عبارة عن إيرين وإرادة إيرين إيش يبغى إيرين يصير إيش ما يبغى إيرين ما يصير حرفيا القصة كذا صارت كأنها لعبة في يد إيرين يالس هي يخطبخ ويعجن فيها براحك ميكاسة ضعيفة الله تغربلت إلين عضة الأرض وهي ألطف أنثى في القصة وقابي التبن الزق اللي ما حاج يحبها تقريبا عاشت حياة وردية يا لطيف يا إسيامه ليه ما قيت سمعت بالعدل فيه كذا عدالة بسيطة تضعها للشخصيات يعني علشان إيش ترضي المشاهد وتكتب قصتك كذا بطريقة مرتبة المسكينة ميكاسة تأكل تبن وتعضى الأرض وتضطر تقتل الشخص اللي تحبه وتتزوج من شخص ما تحبه وتموت وهي لاف فشال حق إيرين في رقبتها وتموت عند قبر إيرين الظاهر وهي ما قيت سوت إلا يعني كل خير قد ما تقدر وقابي تقتل ساشا وتدمر وتلطم وتسوي البطيط وما يعلمون وتعيش حياة وردية في نهاية القصة من دون أي مشاكل غير كذا يا جماعة قصة هجوم العمالقة مليانة فلسف ورمزيات إيلين راسي كالرمزيات حاجة حلوة وحاجة حلوة إنه الكاتب كذا يوريك حاجة ويتركك إنت إيش تبحر وتتفلسف فيها تفلسفها وتعقلنها براحتك بس كثرة الرمزيات ترى تصير شي مزعج أسئلة كثيرة ما لقيت لها جوا الزمان المكان الحاضر الماضي المسارات عالم بعد الموت عالم ما قبل الموت أب إذا إيرين موجود في الماضي والحاضر في نفس الوقت معناته هو ميت الآن بس إنه عايش في الماضي التاريخ جالس يعيد نفسه في الواقع في زمن آخر والعالم في فوضى إذا إيرين مات وهو ما تنطبق عليه قوانين الزمان والمكان هو مات الآن بس موجود في زمن آخر يعني ما في شي لحس المخ شي ما تقدر تشرحه يا رجل لو تطلع أينشتاين من قبره وتقوله يشرحه للنظرية المعقدة ذي للزمن بيقولك سلام عليكم رجيعني القبر يا بوت غير موضوع المسارات وعالم ما بعد الموت معادي صرت أعرف إيش الحوارات الحقيقية من الفلسفية يمير تحمي ظهر إيرين وفي نفس الوقت جالسة تقاتل إيرين يمير تحمي ظهر إيرين وتقاتل مع إيرين وفي نفس الوقت تعالج العمالقة المصابين من عمالقة التحالف بالرغم من إنها جالسة تقاتلهم إيش قاعد يصير إيسيامة تكفى شماعة الشخصيات المضطربة لا تحتمل إلا حمار واحد اسمه إيرين الشماعة هذه لا تحتمل وجود شخصيتين أبدا كفاية إيرين تطلع على لكمان يومير حمقاء ومين جاليش قاعد زوجه جالسة تساعد ذا وتساعد ذا وتبكي وتصلي مادي بس خلاص اللي صار صار يا جماعة نقدر نجلس نلعن الضلام ونلطم ونتضارب في تويتر وفي السوشال ميديا ليل نهار أو تقدر تكون مثلي وتضوي شمعة تشوف الأمور الإيجابية والجميلة الثانية اللي كتبها إيسيامة في قصة هجوم العمالقة هجوم العمالقة مش بس إيرين أشياء كثيرة موجودة في قصة هجوم العمالقة ليش تخلي النهاية إنها ما عجبتك تدمر العمل كله بالنسبة لك فلسفة سياسة أمور اجتماعية نفسية قضايا كثيرة عالجها إيسيامة في قصة هجوم العمالقة شخصيات كثيرة عظيمة بدأها وهنهاها بطريقة جدا رائعة ليش نسخط على العمل ليش نكذب على أنفسنا ونقول إنه العمل كله تافه بسبب النهاية إذا النهاية ما عجبتك لا تنكر كل شي حلو سواء إيسيامة وأنا متفهم جدا لكل شخص عجبته النهاية بالعكس عادي وحاجة حلوة قلت لكم في البداية كون الجمهور أصلا انقسم إلى عدة أحزاب ما بين مؤيد ورافض وكاره حاجة مرة كويسة حاجة توريك أن العمل هذا فعلا فعلا معقد فعلا العمل هذا قادر أنه يلمس كل شخص بطريقة مختلفة عموما الأمر راجع لك في النهاية عزيزي الوجيه تقدر تضوي شمعة في الظلامة الدامس أو تقدر تجلس تلعن الظلام وتنزل لي ألف تغريدة في تويتر ثلاث هذه هي هوية هجوم العمالقة عالم يتسم بالسوداوية والتعقيد ولكن وجهة نظري تلخيصا للكلام هذا وجهة نظري أنا يا جماعة النهاية ليست عظيمة أبدا ولا راح أعطيها عشرة من عشرة أبدا النهاية تستحق علامة ثمانية من عشرة ولا أكثر من ثمانية من عشرة النهاية جيدة وأعطت نهاية مرضية وختامية جدا مناسبة بالنسبة لي كنت أتمنى أفضل بس خلاص والله الموضوع صعب يكون أفضل من وجهة نظري وللأمانة يا جماعة وكن صادق معاكم كون دموعي نزلت كون مشاعري تحركت وأنا تابع الحلقة الأخيرة وكون البسمة اترسمت على وجهي في كثير من اللحظات وكون الغضب اعتلى ملامحي في كثير من اللحظات فهذا بحد ذات يثبت أن النهاية أبدا أبدا مش سيئة وفي النهاية ركزوا برضو على الجوانب الثانية في النهاية إيرين مات وأخذ النهاية اللي يستحقها في الحلقة الخامسة لما دخل في فم العملاق قال يا بالله علي أموت في فم عملاق تموت في فم عملاقك يا قذر وبيد البنت اللي تحبك وتحبها يا قذر ومن جانب آخر ليفاي أخذ انتقام والحمد الأكثر شيء أثلج صدري برضو في هذه الحلقة إنه ليفاي أخذ انتقامه ليفاي انتقم وأثلج صدورنا ليفاي ما انتقم لنفسه بس ليفاي انتقم لفانز هجوم العمالقة كلهم من زيك من البقع اللي سواها هذيك اليوم في براديس والتنتيف اللي سواه في جيش إيرون المسكين وفي النهاية العالم عاش في سلام وانتهت لعنة العمالقة وميكاسا مسكينة ضعيفة الله ظل كابوس إيرون معاها لين ماتت يعني مدري إيش مسكينة مسكينة ميكاسا والله مسكينة ما تستاهل ميكاسا اللي حصل لها أبدا أس خلاص صار اللي صار شمعة 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 ضوي شمعة ضوي شمعة وروق أعطيها وضعية نيتر وروق أهدى أهدى هذا الواقع اللي ورا الشاشة ورا الشاشة عادي نختلف في وجهات النظر بس مو لازم نتضارب مرة مو لازم نتضارب في التعليقات ونجلس ننخبز بعض مو لازم عموما يا جماعة النهاية ثمانية من عشرة وشكرا إيسياما وشكرا لكم أقسموا بالله العظيم إن رحلتي مع هجوم العمالقة من أجمل الرحلات اللي خذتها في حياتي وجمهور هجوم العمالقة للأمانة جمهور رائع والوعي عندهم جدا جدا عالي ويقدر ويحترم وصدقوني أني أكن لكم ود الدعم والتقدير وكل الاحترام ولكن لكل قصة نهاية ورحلتنا اليوم مع هجوم العمالقة انتهت وصدقوني إذا تذكرت أياما بكم سلفت ما رح أقول إلا الله يا أيامنا عودي أعطيكم العافية يا جماعة كم معاكم الوجيه شوفكم